جمعين لو ما يبقوا موجودين عشان عدم فرض الوصاية مش عشان لوايح ولا اقصاء حد زي ما البعض بيحاول يروج انا مشكر حضرتك شكرا جزيلا امبارح شفت جملة وخلاني لفت نظري الاساس حمدي الكنيسي في الجملة دي مسؤول كبير دخل في تليفون في احد البرامج قالك احنا بنحبه في الديمقراطية فعلينا كلجنة اولمبية دولية ولجنة اولمبية مصرية اللي احنا نحمي اللي احنا لسه بنحبه في الديمقراطية بص ده اسمه فرض وصاية مقنع او فرض وصاية اللي انت ايه كأن بتعلم حد والرجل بيتعلم بس بتحول بالعافية لقيته بينجح فبزوء جنبك كأنني بفرض عليك اللي انت انا النجاح ده انا كنت معاك فيه وساعدت فيه وانت بعيد كل البعد لما احبو في الديمقراطية اعلم ازاي اعضاء الجمعات العمومية بدل ما بيروحوا يسألوا كل المجلس منتخب وانتخبوه في السنة بتروح شهر تلاتة اعتقد بدل ما يبقوا الفين ولا تلات تلاف ولا خمس تلاف ولا ست تلاف لو انا بشتغل ديمقراطية حقيقية لازم يبقوا عشرين الف وثلاثين الف في نادي اعضاءه مية واربعين الف ده وجهة نظري لكن المسؤولين هي اللي بتساعد اللي احنا نبقى عمي مش شايفين كلمته ما اللي تمشي واول ما صوتك يعلى في الحق الفزاعة بس المرة دي النمر غلط عشان انت وقعت مع الاهلي الاهلي بيقود ولا يقاد الاهلي لما كلمته تبقى صح وبيقاتل على حقه وتحقق الكلام بتاعه والله بدون استثناء الناس كلها تمشي وراه فمن هنا اروح لموضوعي اختم في القصة دي بكلام مهم جدا لحضراتكم وعايزكم تركزوا معايا كويس جدا الحمد لله الاشخاص اللي دخلوا بتسقوا فيهم ومحترمين وحياديين مش بتوع فلان ولا علان ولا معا ولا ضد طيب احد الاعلاميين امبارح تلع علينا واقسم بالله والله ما تسمعوش حد غيري ما تسمعوش حد غير اللي هقوله لكم ده كولا وحدا اللواء وإيه وحلفانات إيه والله انا بقوله ده خليكوا فاكرينه ما تسمعوش اي حد في مصر غيري طب ايه الامارة عشان مسمعش حد غيرك مش فاهم مش فاهم المفروض اي حد محترم في العالم حتى لو جاهل لما حد يملع علي حاجة ادخلها جوا دماغي زال خلاط كده اضربها وابلورها وفي الاخر اطلع برأيي الشخصي يعني ايه ما اسمعش حد غيرك مش فاهم واحنا عايشين في قصة الجهبازة دي لغاية امت فبدل مواعي الناس لما اجي اقول لك انا شادي بكلم حضراتكم في الوقت البسيط اللي احنا اشتغلنا فيه وبنحاول يبقى فيه احترام ما بيننا وبين المشاهد في كل المواضيع وتشاركوا معانا مفيش حاجة اسمها اجبرك على الرأي وساعات الواحد بيدخل لصفحات محترمة ياخد منها ارأي ويقولها بابقى مقتنع بيها فالمشاركة في كل حاج مش تعظيم سلام لكل غلط مش مشكلة فاللي انا عايز اقوله الاعلامي تلع علينا مبارح وراح جاي قالك ايه ما حدش يصدق حد غيرنا ما حدش يسمع في الموضوع ده اللي انا هقول لكم دي خلاصة الليلة اقصاء اللي بيعملوا مجلس دارة النادي الالي في اللوايح ده واللاحة الاسترشادية وبتاع اقصاء الكابتن محمود الخطيب من عايزين يعملوا ليحة والليحة دي هيحطوا فيها سنة ميلادية ومش هيبقى موجود الكابتن محمود الخطيب وكمان هيحطوا بند التمن سنين عشان بند التمن سنين السنة الميلادية هيبقى عدة مش عارف الاربع سنين وثلاث شهور ده حتى مجلس زارة النادي الاهلي كنت بتواصل مع الوزير والوزير قال لي ده النادي الاهلي المجلس الموجود غير قانوني لانه قاعد اربع سنين وثلاث شهور ينهر اسود ده ناس مش مذكر حاد النادي الاهلي عمل ثلاث جماعيات عمومية كل شهر ثلاثة وكده تقعد ثلاثة ولا اربعة شفا الناس ما بتذكرش واخد اتجاه مش حتى الاهلي قدامها طيب انت ده كلام لحضرتك قلته وقلت الاهلي بيحط بند التمن سنين واقسمت بالله علىه وحلفت اكتر من مرة اولا الكابت المحمود الخطيب قيمة وقامة ورمز من رموز الاهلي وما حدش يقدر يقول غل كده ودد اي حد يقول غير كده اللي هيقول غير كده معلش احنا هنقف دده برضو فانت ما يمشي انت اللي هتعرفنا مين الرمز والقيمة كابت المحمود الخطيب زي ما هو كارزمة وكارزمة كبيرة من الاهلي بيطلع في اولاده كارزمات يا جماعة غير طبعية بنتكلم على الماستر وصالح سليم كارزمة بنتكلم على الفريق مرتجي كارزمة وقف جنب ناس كتير مبادئ علمهنة ماشيين عليها لغاية النهاردة جميل الاهلي بيتحطها في المدرجات مش مستنية ولا انا اتكلم ولا اي مخلوق يتكلم على فكرة لما حد بيقعد يزايد كده عشان واخد اتجاه ضدنا دي فوالله ما حد بيسمعه ده بيقلل من اي حد والله دي الحقيقة والله انا بكلمكم الحقيقة فعندنا كوادر وعندنا رموز وعندنا من الاهلي خرج وزراء وعندنا من الاهلي كابتن الشيخة اسماعيل كابتن طار كابتن مصطفى عبدو كابتن اكرام عندنا اسماء كبيرة وعظيمة لما اطلع ازايد واقول اسم ايه ومش عارف ايه بتاع ما الناس عارفة اساسا مش محتاجة مزايدات لكن عشان الاتجاه ضد من اول يوم والمزايدات والابتزاز ده اهم ما في الموضوع واللعبة بدأت خلان اتكلم بصراحة عشان نتكلم بصراحة اسمحدش اسمعوا اسمعوا اللي جاي ده لانه مهم اولا انا ليه نقطتين في الموضوع ده النقطة الاولى انت اقسمت بالله اللي اللي حمحتوطة عشان تقسي تقسي الكابتل محمود الخطيب من اللواء طيب لو ما طلعش في اللايحة في بند التمن سنوات لو ما طلعش في اللايحة اللي بيجاهزها المستشار رجائي عطية المحترم سيدة النابل عامل اصبك دكتور عبد جيد محمود الدكتور علاء مشرف هتطلع مفتوحة ما فيهاش اقصاء لأي احد شكلك حيبقى ايه هتبقى ساعدها مطالب بالاعتذار للاهلي مش لحد هتبقى مطالب بالاعتذار للاهلي وجماهيره واعضاء جمعيته العمومية لان انت اقسمت بالله وما تسمعوش حد غيري وما تسمعوش حد غيري واقسم بالله هو ده والله العظيم هو ده طيب والله العظيم هو ده انا بقول لحضرتك مطالب باعتذار لما تلاقي كلامنا احنا اللي صح هتلاقي في الليحة اللي هتبقى يومين تلاتة فيه مؤتمر صحفي عشان الليحة اللي ما فيهاش اي اقصاء لأي رمز من رموز الاهلي ولا اقصاء لأي حاجة هو دفاع عن حق الجمعية العمومية لو ما لقيتش بند التمن سنين زي ما حدق بتقول عايز اسمع بقى اللي اعتذار لو لقينا اللي ما فيهاش البند ده ولقيت كلامنا هو اللي صح اللي يعتبقى مفتوح مطالب باعتذار للأهلي العظيم اللي عملنا كلنا والأعضاء جمعيته العمومية اللي بتفرق ما بينهم وبتفرق بتقول مدينة ناصرة والشيخ زايد والجزيرة وده بخمسمائة الف وده بثلثمائة الف وده بعشرين وازال اللي دفع ده عايز اشوف الاعتذار لما تلاقوا كلامنا صح عارفين ليه عشان ده بتزاز عشان عشان ده مش احلام محايد عشان واخد اتجاه ناس ضد ناس وعلي ناس على ناس واستطفل مع العكرة واخد اتجاه ضد ده وبكرة بقى معاه وبعده بقى معاه وبعده مش عارفة بقى ضده اسلوب لا يليك انا حضراتكو سمعت ومبارح حلفانات بالله اللي اللي حديد تتعمل عشان كده اول باند التمن سنين واحنا بنقول لحضراتكو كقانات نادي تعبر عن سياسة النادي اللي الكلام ده مش هيحصل ومش موجود اقصاء لأي احد وهي دي الحقيقة وحتلاقوا اللي هي مفتوحة كل الناس تدخل وكل رموزنا تدخل واللي يكسب نقول له مبروك والخسراء نقول له هارد لك ونبقى كلنا في ظهر اللي يكسب ده اللي الاهلي علمون انما الكذبين المنافقين شكله ما يبقى وحش صدقون نحط في دماغنا نقطة اخيرة عشان ما ندعيش الاهلوية ونجدب على الناس ونتقي ربنا في ندينا الاهلي عنده مبرات كاس الاهلي عنده بطولة عربية النادي الاهلي عنده بطولة افريقيا هنشوف بنحب ندينا ولا لأ وحيكسب عشان تصيد الاخطاء واقول لكم على حاجة لوحد اتعلمه في حياته والدي الله رحمه علمها لي ورموزنا في النادي علمات كابتن طرق سليم صحب فضل علي كبير وكابتن حسن حمدي لما تركز في شغلك وتخلص ويبقى نواياك سليمة نواياك سليمة ما تخافش من حد كلم بصوت عالي هتلاقي في الاول خفافش الظلام كتير واصحاب الاصوات العالية كتير اوه هتغير رأيك بس خلي نواياك اشتغل بما يرضي لو خلي نواياك سليمة عشان كده هتلاقي الاهلي بيحق البطولة العربية عشان بتستنى الاهلي يخسر هتلاقي الاهلي ان شاء الله بياخد بطولة افريقيا هتلاقي جماهيره في المدرج هتلاقي النادي الاهلي بيحق البطولة العربية عشان النوايا سليمة مفيش فيها اقصاء احد ومفيش فيها غير كل خير اشتغلوا على الفتنة خليك شغال على الفتنة ما بين الرموز والاصدقاء والاخوات مع بعض بس في الاول وفي الاخر الشر الليه نهاية مش في الافلام العربي اللي انت بتتفرج عليه على الفكرة حان دمنا خفيف بس ما بنرضاش انه بقى اوفر يعني ولا بنقول للناس اللي معانا ولا اللي حوالينا احلى كلام في الدنيا ده انت زي الفل ايه ده ده الكلام ما سمعناوش في اي حق ده مفيش ازيك ولا قبلك ولا بعدك اللي بيعمل معانا كده بنقوله استنى على جامل احنا لسه ما عملناش حاجة لكن الدمير والنواية ربنا يعلمها فمن هنا يعني بما يرضي الله عشان اقول كلمة حق لينا رموس كتير ومرة تانية ومليون لكل الاهلوية الرجالة جالفوا كلامنا اللي احنا قلناه اللي ما فيش اقصاء لأحد وساعتها احنا مش عايزين اعتزار من حد لا مش اعتزار من حد ده 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 رأينا احنا الشخصي من صفحات اهلوية جرحتنا وقطعت فينا ونسيو تاريخنا ونسيو لعبنا ونسيو مش مشكلة بس لما يحصل ده مش عايزين اعتزار افتكروا بس جملة اللي احنا عمرنا ما كتبنا عليكو زي امور كتير جدا ما كتبناش عليكو فيها وكنا في صفوكو وقلنا كلمة الحق اما شغل خلتي بان بدل على الرغي رغي واقسم بالله والله العظيم اقصاء لكابتن محمود الخطيب لو لقيته الكلام ده غلط في اللوايح اللي شغال عليها في مؤتمر صحفي لقيته وما فيش اقصاء لأحد احنا مستنين اعتزار للأهلي ومستنين اعتزار لعداء جمعاته العمومية ومستنين اعتزار لجماهيره العظيم حطوا الاهلي قدام عينيكم لو بتحبوا الاهلي بجد من غير ابتزاز ومن غير مزايدات ومن غير منلعب على وطر ضد وطر الحياد الحياد اللي انا مليش دعو بحد الحياد اللي هو الاهلي اللي خيروا علينا كلنا اللي ركبنا عربيات الحياد اللي الاهلي جاب لنا بيوت وخلى أولادنا بتعلم في مدارس محترمة الاهلي مفيش حد عمل معايا كده انا شادي شخصيا جماهير الاهلي يا صاحبة الفضل علي وكل المجالس اللي اشتغلت معاها وكل اللعيبة اللي اشتغلت معايا وكل الفرق اللي اشتغلت معايا انا مش درويش حد وجمهور الاهلي مش درويش حد ولا اي واحد راجل جوه الاهلي درويش حد درويش الاهلي اقسم بالله اي اهلاوي جدع يقرر اللي انا بقوله كلنا درويش الاهلي وكلنا ضد اي حد يوفق قدام الاهلي تلاقيه ستة سبعة بيقتلوا عشان مصالحهم اقسم بالله لو فيها اللي انا امشي من القناة الاهلي مش عايز اشتغل الشغلان فتيجي الناس تسألك بصوا بقى جماعة اللي بتزاز يعني هو انت بعد الاهلي بعد اللي بتقوله انفع تروح حد زكريا ناصف فين ما كان شغال فين راح فين والستاذ محمد الليسي راح فين كان موجود وشخصية محترمة وشامحنا فيه كان موجود وغيره وغيره الشيخ طاقه كان موجود لكن عشان كلمة الحق بتوجه تروح فين مش عايزين نشتغلها مش حموت يعني والحمد لله الاهلي خيروا علينا وحسابنا في البنك مش فلوس بطولاتنا اللي بنروح اي مكان الناس بتستقبلنا كابتن التاريخي للاهلي ما حيبش اتكلم عن نفسي لو ما كنتش لوحدي كان معايق جهاز فني عبقاري ومجلس ادارة عبقاري ولعيبة عبقرة لكن بنروح رصدنا ده بطولاتنا وانجازاتنا ونجاحاتنا كلنا والنجم كان الفريق مش كل انا مش عابيجي نتكلم على بطولة كل واحد يجيب نفسه طب ما انا سهل جدا بقعد كل المشاة اللي عبتها ما فيش الواحد قعد ايام كابتن حسن حمدي وكابتن حمود الخطيب كان فيه اللي بلعب اكتر واحد لي ست سنين العب دلال قدامك وتيجي في الاخر نستنى حد يملى علينا حاجة ولا حد يقول لنا اقول كذا طب والنبي لا ده حيخدم فلان ودد فلان لا الحياد الاهلي الاهلي اهم الاهلي ده حاجة كبيرة اوي نعمة ده كل جمهور النادي الاهلي سبحان الله بعد المطش اللي فات شوفوا شوفوا الفيس بوك لو انا بقتنع بفكرة الفيس بوك اللي انا احيانا بقتنعش ببعض الناس يعني او تويتر احمر اهلاوي انا والفخر اللي هي مش عارف حقا نعمة النادي الاهلي الاهلي بمن حضر مش عارف ايه شابوه البدري شابوه اللعيبة شابوه مجلس الادارة غيق واحد تاني اه مش عارف ايه الفيس بوكة حمر لو انتم ماشيين بالمنطق ده وفي الاخر جاي تكلمني اه على مش عارف ايه ولا والتجاه واضح من ايه هو في ايه هو في ايه انا مش محروز بتاع الوزير انا محروز بتاع الاهلي والله العظيم انا محروز بتاع الاهلي ومش هقبل كلمة على الاهلي ولا جمهوره فمن هنا قبل ما نروح لتقرير عن اللايحة الملزمة جملة مهمة هقولها برضو كل يوم وده واجبي جميل الاهلي جزء منها تجدد له تاني النهاردة الحبس خطبت كل جات المسؤولة احترم القانون واحترم مؤسسات الدولة واحترم القضاء فلو سمحتو عايزين الشباب ده يطلع يطلع سوي ظروف الاسر بقت صعبة معهمش جنيه يروحوا الزيارة معهمش جنيه يروحوا الزيارة روح القانون الشباب ده استوعب الدرس يصدقون والشباب دوت لو خارج بأي مشكلة تاني انا اتحدى بعد اللي شافوه حجم الالم انت النهاردة لما بيجيلك دور برد وتقعد ثلاثة ايام في البيت بتموت عايز تخرج عايزت لكن السجن وحش السجن مؤلم وخصوصا وخصوصا لأسر هي ما تدرش تتحمل ده وما جربتوش قبل كده وخصوصا الناس يعني مش عايز تتكلم في أمور أنا مع القانون فعلا ومع القضاء وأحترم أخدوا كفالة ولا أخدوا مش عارف يدفع الفين جنيه وتخرج النيابة رجعتهم تاني أحترم برضو النياب مفيش مشكلة لكن روح القانون دلولادك وولادك لو طبقنا روح القانون أكيد دولة بقت قوية اللي يغلط نجيبه بقى في حسابهم وإحنا مش حنقدر نتكلم تاني لكن أنا حمشى على الوعد اللي قلتوا انت قلتوا يومين تحية معاهم مبقاش يومين بقى ست شهور وأكتر فبخاطب كل المسؤولين وتعاملوا معاهم بروح القانون قضوا وقت طويل القسر بتمر بظروف صعبة جدا مدت ايديها للي يسوى ومن لا يسواش عشان ولادها يكل أنا صعب اللي أنا أقول الكلام ده لكن واجبي قدام ربنا سبحان الله وتعالى جماهيري اللي رفعت اسمي أنا ولعيبة كتير على مدار التاريخ لما يمر بنحنة ما ينفعش أدي دهر عشان كده ولا بزايد ولا بقولها يا حاجة دي قضية بنتكلم فيها بأن ستة شهور أتمنى المسؤولين تبقى سامعانا نروح تقرير عن لاحة الاسترشادية وأرجع لحضر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة